مشاهدين منكمل وإياكم إلى بيت لاهية والمحافظات الجنوبية ونحكي عن موسم الفراولة في بيت لاهية صباحكم زملائنا أكيد وصباح الخير لكل مشاهدين ومتابعين في برنامج فلسطين هذا الصباح اليوم من مزرعة مميزة مزرعة بالضم الذهب الأحمر أو الفراولة أو التوت الأرضي كما يطلق عليه البعض هذه الفراولة من المنتجات الشهيرة في المحافظات الجنوبية ويقبل عليها المواطنين في كل المحافظات هذه المنتجات الزراعية المميزة هي موسم الحصاد الأبرز لدى المزارعين في منطقة بيت لاهية بالتحديد من هذه المزرعة المميزة سنتعرف على موسم الفراولة خليكم معنا طبعا رح نتعرف مشاهدين الكرام مع الأستاذ أحمد فلفل صاحب هذه المزرعة على موسم الفراولة لهذا العام في البداية بنقولك سعد صباحك صباح الخير للجميع يعني أستاذ أحمد إن شاء الله بيكون موسم خير وبركة عليكم أنتو كم مزارعين نحكي السنة عن موسم الفراولة كيف بتقيمك موسم بالمقارنة بالمواسم الماضية بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء الموسم هذا في عندنا مزروع كمية أزيد من السنة اللي فاتت حوالي بـ 800 دولوم مبدئيا في الوقت الحالي أنه الأسعار في الأسواق أسعار كويسة لسبب أنه الكمية بسيطة جدا لابتصل الأسواق أما في حالة ما بكل ما رتفعت نسبة الكمية بالطبع أنه الأسعار بتنزل وإحنا إن شاء الله بنتمنى أنه يكون فيه أسواق والمزارعين يغطوا الديون اللي عليهم يعني حضرتك بتحكي عن الأسعار مناسبة هي مناسبة لكم أنتم كمزارعين حتى تغطوا التكاليف اللي دفعتوها خلال العام للتحضير لهذا الموسم صحيح والتكاليف في عندنا كان تعلي جدا لسبب الجو اللي كان موجود درجة الحرارة كان مرتفعة كان عندنا تكلفة أزيد من العام السابق ونتمنى إن شاء الله الأسعار بتكون كويسة حتى نغطي اللي هو التكلفة تاعتنا ونربح نقدر نصرف على أولادنا كمان في نفس الوقت يعني إحنا بنعرف أن أنتم كمزارعين بتعتمدوا بشكل أساسي في كل عام على موسم زراعة الفراولة هو موسم الأبرز بالنسبة للكم بتعتمدوا عليه حتى تكملوا باقي العام وتصرفوا عفية على أبنائكم تحدث عن الأيدي العاملة عن العمال اللي بيشتغلوا معكم لليوم قد يكونوا بينتظروا هذا الموسم كل عام أول شيء جزء كبير يعني نسبة كبيرة عالية من العمال اللي هم بيشتغلوا في أهول الفراولة هذي والعمال هذي بيستنوا من يعني من الموسم من السنة لسنة من اشتغلوا الفترة تحت اللي هو الفراولة من وقت تحضير إلها أو تشتيل أو قطف أو تسويق كل هذا بيستنوا من كل الموسم لسبب أنه فيش فيه عندنا هنا بطالة وفيش عمل عندنا موجود هنا وهذا بيوفر يعني نسبة كبيرة للعمال اللي ما عندهم مش عمل يعني الآن للسنة كان فيها عندنا حوالي تلات تلاف عامل بيشتغلوا له في الفراولة في القطف فالقيت في وقت من قطف بيحتاج نسبة أكتر من السابق يعني بيكون نحتاج لحديت أربع خمس تلاف عامل أنت بتحكي على صعيد كل المزارع الموجودة للفراولة في منطقة بيت لاهية صحيح كل الفراولة بحكمة على كل الفراولة الموجودة لأنها بتحتاج عمال كتير وهذا يعني بوفر فرص عمل لناس محتاجينها نحن بننوه كمان للمشاهدين الكرام أن منطقة بيت لاهية هي أكثر المناطق شهرة في فلسطين بزراعة الفراولة طبعا نظرا لخصوبة التربة فيها لجودة التربة وهي مناسبة أو الأكثر مناسبة لزراعة الفراولة وكمان بتحتوي على المياه الحلوة أو المياه العذبة يلي بتحتاجها الفراولة نتحدث اليوم عن الإمكانيات المتاحة لكم كمزارعين أنتوا عم بتكبروا كمان مشاريع ومزارع الفراولة عنا بهاي المناطق صحيح نكبروا بزيد لأنه هي الفراولة الوحيدة اللي في النهاية فيه عندها المزارع فيه من وراها أرباح يعني كل المزروعات الأخرى مثل البصل والبطاطا والبندورة في النهاية المزارع بيطلع خسران الفراولة ممكن يطلع خسران أو ممكن يقدر يعني يغطى مصروف بيته من وراها لسبب أنه ليه؟ لسبب أنه أول شيء يكون الفراولة هذه في الأساس كانت نزارع للتصدير لأوروبا والدول الغربية لسبب أنه اليوم في عندنا منافسات للدول اللي حوالين الأوروبيين اليوم بنود بس سوق محلي للضفة الغربية وعدنا في قطاع الزهانة اليوم في قطف لثمار الفراولة من هذه المزرعة هي بتتم تصديرها إلى المحافظات الشمالية وأهلنا في الضفة الغربية صحيح؟ صحيح كلها بتتحول من عندنا اليوم من بعد الضفة الغربية لأنه السبب عندهم هناك أول شيء ما عندهم مش موجود فراولة كتير اللي ترك فيهم وكمان هم عندهم دخل أكتر من عندنا يعني بتكون الأسار عندهم أفضل من عندنا احنا أدي سعر كيلو الفراولة اليوم بغزة؟ اليوم في غزة ما بنزلش فراولة يعني إذا بنزل نسبة بسيطة جدا بدت يعني بدايتها في غزة تنباع 15 شكل الكيلو بدايتها أول ما بدات بعدين بعد ما تدوها على الضفة الغربية اليوم بتجيب الكيلو في الضفة حوالي 35 شكل بتصفل للمزارع 25 شكل في الوقت الحالي إذا بزيد نسبة المنتج بصير بنزل السعر يعني بيوصل للمستهلك بأي سعر؟ للمستهلك بيصل حوالي من خبس سعر بين خمسين شكل سعر الكيلو الواحد وطبعا مع الوقت فيه إنتاج آخر وفيه رح يكون كمان حصاد لمنتجات فراولة قادمة رح يكون الأسعار كمان فيها يمكن أكثر أو أقل من السعر الحالي الموجود بالسوق صحيح لأنه كل ما زادت نسبة العرض للسوق بيكون بنزل إيش بنزل السعر وهذا إحنا بداية موسم السعر فيه مزارعين كتير نسبة عندنا 80% من المزارعين ما قطفوش ولا حاجة السعر لليوم إحنا بنعرف أنه كمان فيه الموسم الرئيسي للفراولة كمان بيكون بشهر أربعة شو اللي بيختلف هذا الموسم عن الموسم اللي بتم فيه القطف بشهر أربعة؟ لا الموسم الرئيسي مش في شهر أربعة لا إحنا عدنا بيبدأ من 15-11 بنتهي عدنا تقريبا في نهاية شهر خمسة في شهر أربعة بيكون النسبة موجودة عدنا أكتر من اليوم ليه بيكون الأشتالها تخش عليه موسم الليشتة والسقعة بيصير حاملة الطوف الثاني أكتر من الأولاني وبيكون فيه إنتاج أزيد طيب أنت شو اليوم رسالتك للمواطنين للمزارعين شو بتحكي عن موسم الفراولة؟ رسالة للجميع إحنا أوليش لازم نكون يد واحدة ونقف مع سوا ونساعد بعض لأنه اليوم إحنا يعني في سفينة واحدة إذا ما كناش يعني واحدة ساعدة تاني يعني كلنا غرينا في السفينة هذه وما وصلناش للبر يعني لأنه فيه صعوبات أنت بتوجهها بزراعة الفراولة شو أبرز هاي الصعوبات؟ إحنا بنواجه الصعوبات كتير أول حاجة إحنا لسبب أنه فيه كتير بيصير عندنا خسرات أوقات بيصير عندنا ديون في الشي جهات منحة كتير اللي تساعدنا زي ما كان في السابق إياما كنن نصدر لأوروبا وكنن نستفيد كان هنا عندنا الدلم الفراولة هذا في السابق يعني المزارع مزرعش كميات كبيرة ولكن استفيد منها كتير اليوم بزرع كميات كبيرة وما بستفيدش حاجة في نهاية الموسم ممكن نكون على ديون منها لسبب ليش؟ لسبب أنه تدني الأسعار وهذه الأسعار لأننا نبيع في السوق المحلي السوق المحلي ممعروف كل ما زادت الكمية نزل السعر إحنا كمزارع من الضرر الدرجة أقول إحنا كمزارع من الضرر أنت بتشجع على أن يكون في تصدير بشكل دائم؟ إذا بكون في تصدير بيكون أفضل وإذا بكون في جهات تدعم المزارعين عنشان يقدروا يصمدوا في الأرض ويقدروا يزرعوه كل الوقت بيقدروا يستمروا ولكن إذا تم الوضع زي ما هو زي ما إحنا هيك أنا على فترة قريبة كثير رح يسيبوا الزراعة هذه أبدأ الكميات اللي رح توصل اليوم لأهلين في المحافظات الشمالية من المنتجات الفراولة؟ اليوم توقعاتي يكون حوالين 17 شرطون من الفراولة اليوم هذا إحنا نتمنى يكون موسم خير وبركة ويكون موسم موفير عليكم أنتوا كمزارعين وكمان يكون الفراولة في متناول الجميع بالكميات المناسبة للسوق المحلي وسوق التصدير أشكرك جزيلا أشكر الأستاذ أحمد فلفل صاحب مزرعة الفراولة طبعا مشاهدين الكرام بنوه أن هذه المنطقة ومزارع الفراولة بالتحديد هي مناطق محاذية للخط الفاصل الذي يفصل الأراضي الفلسطينية ومناطق الداخل عن قطاع غزة والمحافظات الجنوبية لذلك يعاني المزارع في هذه المناطق من انتهاكات جمع خاصة في الاعتداءات الإسرائيلية وتغريق هذه الأماكن بالمياه واستهداف بعض المواطنين ولكن نأمل بالسلامة التامة لجميع المواطنين والمزارعين في هذه المناطق وأن يكون موسم الفراولة موسم خير وبركة على الجميع إلى هنا قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الصباحية هذه عودة لسيديوهاتنا بيرام الله إليكم زملائي من جديد اشترك د% شكرا